اهلا بكم ومع انتهاء الدوري ودع محترفان خارجيا ابراهيم الرواد وسليمان ابو زمع نادي طرابلس لنهاية رحلتهما مع الفريق حيث نشر ابو زمع صورة له مع الفريق على صفحة رسمية بالانستجرام وكتب اود ان اقدم شكرا خاص لنادي طرابلس كان لي الشرف ان اكون جزءا من هذا النادي العريق كنتم بالنسبة لي عائلتي واكثر وداعا طرابلس اما الرواد فعبر عن فخره وسعادته بهذه التجربة عبر صفحة رسمية بالفيسبوك شاكرا النادي والجماهير وحامدنا الله على ما انجزه مؤكدا انه سيعود محملا بالذكريات الجميلة نكمل مع الاحتراف الخارجي حيث عبر لاعبنا عبيدة السمارنة عن سعادته بالتحاقه بنادي الخور القطري متمنيا ان يحقق مع النادي انجازات جديدة تعيد النادي الى مكانه الطبيعي نذهب الى العراق حيث احتفل لاعبنا احجاز ماهر بفوز فريقه ساخو بهدف مقابل لا شيء على فريق الكرخ حامدنا الله عبر نشره على صفحة رسمية بالفيسبوك صورا من المباراة نكمل مع كرة القدم واخر التعاقدات المحلية حيث شهد نادي الصلط تعاقدين جديدين الاول مع خليل بني عطية لتمثيل الفريق بالموسم المقبل واحتفل النادي باللاعب على صفحة رسمية بالفيسبوك بصورة من التوقيع بعنوان اهلا وسهلا بالغزال الاصمر اما التعاقد الثاني فكان تجديد عقد اللاعب محمد مصطفى ليمثل الفريق في الموسم الرابع على التوالي نتمنى التوفيق للجميع فيما اعلن نادي الرمثة عن تجديد عقد اللاعب امر ابو هضيب لتمثيل الفريق في الموسم المقبل كما جدد الثقة ايضا بالمدير الفريق عبدالله طنش كنا معكم في فقرة السوشال ميديا نلتقي بكم الاسبوع القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة